بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم كما يعلم متابعي ومحبي موقع مشروع فهناك قسم متجر خاص فقط بالتطبيقات تطبيقات الهواتف Android, iPhone, Windows Phone, Blackberry وهكذا مع باقي التطبيقات لكن بعض متابعي ومحبي الموقع طلبوا مني تخصيص بعض الحلقات لشروحات التطبيقات وكذلك لتقديم حلول بعض مشاكل الهواتف وتلبية لهذا الطلب أقدم هذه الحلقة مع أول حلقة من حلقة تطبيقات الاندرويد نرى فيها كيف يمكننا إضافة قائمة إبدأ مثل هذه المتواجدة في الويندوز إلى هاتف اندرويد من خلال تطبيق جميل جدا بتحميله وتتبيتي سوف تحصل على جميع تطبيقاتك وأيضا على جميع الإعدادات الهاتف في مكان واحد على سطح المكتب على هاتفك دون الحاجة إلى الانتقال إلى باقي الأماكن إذا نبدأ مباشرة دعوني أذهب إلى Play Store ثم في خانة البحث أكتب الجملة التالية كما تلاحظون سبقه بحث عن Start Menu for Android هذه العبارة ثم إضغط على الخيار الأول هذا هو كما تلاحظون نتيجة الأولى نضغط عليه ثم نضغط على Install أيضا رابط تحميل البرنامج لمن أراد تحميله من خلال الكمبيوتر تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب وأيضا في التدوين على موقع مشروع كالعادة ثم نضغط على Accept ليبدأ تحميل التطبيق إذا نتهى الآن تثبيت التطبيق نذهب إلى مكان التطبيقات وهذه هي أيقونة التطبيق كما تلاحظون أقوم بجلبها إلى سطح المكتب هذه هي كما تلاحظون هذه هي أيقونة التطبيق نضغط عليها ثم نضغط على Open Start Menu الخيار الأول ثم بعد ذلك في حال ما إذا أردت أن تتبرع أو تدعم مطور هذا التطبيق فتضغط على Yes I will أما في حال لم ترغب في دعمه فتضغط على No Thanks ثم هذا هو التطبيق كما تلاحظون عندنا هنا المسانجين في حال ما إذا كنت ترغب في المرسلة مباشرة من هنا وتقوم بكتابة رسالة بطريقة العادية أيضا هنا في All Applications كما تلاحظون قائمة بجميع تطبيقاتك المتواجدة على هاتفك تماما مثل القائمة التي توجد في الويندوز ثم عندنا أيضا هنا في System Settings تجد إعدادات الهاتف كما تلاحظون ثم هنا عندنا في Preferences بعض الإعدادات الخاصة بالتطبيق مثلا في General هنا تجد خيار Full Screen بتفعيله يتم تكبير حجم التطبيق أو شاشة التطبيق كما تلاحظون تم تكبير حجمها أيضا عندنا هنا في Skins تجد بعض الأشكال أو التيمات التي يمكنك أيضا أن تغير إليها شكل التطبيق بالضغط على Getting More Skins وتختار إما تحميلها من Play Store أو من خلال المتصفح كما تلاحظون إذن تطبيق رائع يحتوي على الكل في واحد جميع التطبيقات وإعدادات الهاتف تجدها عندك في تطبيق واحد على سطح مكتبك دون الحاجة إلى الانتقال إلى باقي الواجهات أو التطبيقات وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه للمزيد من التطبيقات تفضل بزيارة قسم متجر بحيث تجد العديد والعديد من التطبيقات الرائعة جدا والمفيدة كما أدعوك للشراك في قناتي مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركهما بعد لتبقى على الطلاع الجديد القناتين هذا وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وغوغل بلس كما أسعد بصداقتك على صفحتك الشخصية للفيسبوك كل معلومة التواصل تجدها على موقع مشروح إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته